هذا وقد استطعت المرأة البحرينية العاملة في وزارة الداخلية أن تتبت حضوراً متميزاً في المجال القانوني أثبتت المرأة البحرينية كفاءة في أداء عملها وقدرة على الإبداع والعطاء في مجالات كثيرة ما جعلها جديرة بأن يتم الاحتفال بالمكانة البارزة التي وصلت إليها في مختلف الميادين بفضل الدعم الذي تناله من جلالة الملك المفدى والرعاية والمتابعة من قبل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى باعتبارها شريكة في الواجب والإنجاز وتجسيداً لهذا الدعم تم تخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية لهذا العام للمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي حيث استطاعت المرأة البحرينية العاملة في وزارة الداخلية أن تثبت حضوراً متميزاً في المجال القانوني يأتي يوم المرأة البحرينية في هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي ليعكس المكاسب الدستورية التي تحققها المرأة البحرينية في ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة حفظها الله ورعاه وبفضل الرعاية والتشجيع الدائم التي تحظى بها المرأة البحرينية من لدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم آل خليفة قرينة عهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وإيمانا من المجتمع البحريني بقدرة المرأة على العطاء في مختلف التخصصات والمواقع هذا الأمر الذي يعكس وعي المجتمع بهمية مشاركة المرأة والانتخابات التي جرت مؤخرا هي خير دليل على رقي وتحضر المجتمع في التعاطي مع المرأة أن تخصيص المرأة البحرينية في المجال التشريعي والبلدي جاء متوافق مع الانتخابات النيابية والبلدية والإبراز دور المرأة البحرينية وكفاءتها ونجزاتها في الدورات التشريعية السابقة في صدور وفي صنع الغرار الوطني بجانب الرجل وكان وجودها في المجلس الوطني قد أثمر على صدور تشريعات كثيرة تميزت ببصمة نسائية تتموشى مع تطلعات أهل مملكة البحرين في جميع المجالات الحياتية وقد أتاحت وزارة الداخلية ما يكفي من الدعم والإسناد للمرأة البحرينية وفتحت لها الطريق للقيام بمهام عديدة أثبتت فيها المرأة قدرة وكفاءة دور المرأة في المجال التشريعي له تأكيد وترسيخ على دور المرأة في دولة المؤسسات والقانون التي أرسى قوعدها سيدي صاحب الجلال حفظها الله ورعاه لسيما في هذا التوقيت الذي تزامن مع العرس الانتخابي من مملكة البحرين أنا من موقع عملي في وزارة الداخلية وأكد على حرص ودعم سيدي مع الوزير الداخلية في أبراز وتمكين المرأة في المجال التشريعي من خلالي أنا عضوة في وزارة الداخلية إدارة شؤون القانونية وكوني عضوة نسائية حبيت أبين دورنا من ناحية تشريعية من خلال مساهمة مع هيئة تشريع الافتعال القانوني في صياغات مختلف القوانين والبدارة والمشورة في مشاريع القوانين والاقتراحات برغبة التي تصل لنا كوزارة الداخلية من قبل المجلس الوطني بشقيه الشورى والنواب بعد مرور أكثر من 16 عام على اكتمال الأطر الدستورية والتشريعية المانحة للمرأة كل حقوقها السياسية على قدم المساواة مع الرجل إلى أين وصلنا في ردم الفجوة بين النصوص القانونية والواقع العملي من خلال هذا الاحتفاء يمكننا أن نقيس مدى تطور القناعات الاجتماعية فالمرأة موجودة دوما كناخبة وكمرشحة وكعضوة في المجالس المنتخبة ومراكز صنع القرار بناء على كفاءتها استطاعت المرأة البحرينية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدة أن تثبت حضورها الفعال في العديد من القطاعات ولا سيما في المجال التشريعي سواء في مجلس الشورى أو مجلس النواب ولعل تخصيص المجال التشريعي للاحتفاء بالمرأة البحرينية هذا العام يأتي تزامنا مع مرور ما يقارب عشرين عاما على دخول المرأة البحرينية مجلس الشورى وخمسة عشر عاما على دخول المرأة للمجالس التشريعية والبلدية المنتخبة فكل عام والمرأة البحرينية متقدمة في مسيرة العطاء